مرحبا يا صبايا كيف حالكم؟ إن شاء الله يارب تكونوا مبسوطين أنا أسفة كتير إن طولت عليكم بس كانوا ولادي مريضين وكان عندي كمان امتحانات لكل ولادي فما قدرت أنزل فيديوهات وطولت مدة طويلة بس حابة الحين أرجع لكم بنوع فيديوهات جديد هو روتينات كيف اليوم بمشي عندي بالبيت هصور لكم كل إشي بقدر عليه يمكن تحبوا هذا النوع من الفيديوهات لأنه أنا بصراحة كتير بحبه ودائما بحضروا على اليوتيوب أكتر حاجة روتينات وبحسها بتستهوي كل الستات لأنه بنحس في بعض هيك وبنشجع بعض واليوم اللي بيكون فيه واحدة مثلا حاسة بكسل أو خمول بتحط فيديو لروتينات وتتشجع فإذا حبيته هذا النوع من الروتينات حكولي وكتبولي تحت إنه إنتوا حبيتوا عشان أنا أستمر فيه هيكون فيه تنظيف وطبخ وحلويات وكل إشي إنتوا حبيينه وشكرا يا بنات للبنات اللي انضموا معايا جديد واللي بيشوفوني لأول مرة ياريت يا بنات تشتركوا معاي بالقناة ودسوا لي لايك وتشجعوني وتكتبوا لي كومنتات لأن أنا هيك بكون كتير مبسوطة شكرا إلكم حبيبي وشكرا للي كانوا موجودين عندي واللي لسا لحين موجودين عندي حبيبي أنا بحبكم كتير وإن شاء الله ياربي هيك نضلنا مع بعض على طول عليت إيهاب صحي وبيدي يروح على الروضة طبعا فكترته ولبسته وما برداش طبعا إيهاب يفطر بصفرة لأنه بطيء كتير في الأكل فبعمل له صندويشة وبعمل له كاسة حليب بياكلها وبيجي ويروح بسلم علي وبياخد أخته بتوصله لأنه الروضة يريبة من عنا فأنا بخاف خليه يروح لحاله الصباح لأنه هو بطلع الساعة سبعة الصباح فبخاف يروح لحاله فبتودي أخته وبرجع تاني لحاله مع أولاد اللي بيكونوا مروحين مع الروضة هنا كان علي خبز يا صبايا فعجنت وهيني بخبز فحبيت أصور لكم طريقة خبز جديدة غير اللي أنا صورتها معكم أول مرة فأنا صورت أول مرة في فيديو الخبز على حالة الكهرباء وكلكم سألتوني كيف حالة الكهرباء ومش موجودة عندكم في الدول اللي أنتو فيها فحبيت أصور لكم طريقة خبز تانية بل كي يعني تستفيدوا منها أو تكون بتشبه شوية من الأفران اللي موجودة عندكم هذا فرن اسمه الفرن الأردني برضو هذا موجود عنا فأنا بخبز عليه زي ما أنتو شايفين بعد ما يخمر الخبز بجيب صنيتين بحطهم بالفرن من فوق ومن تحت لازم يكون الفرن على درجة حرارة عالية النار عالية جدا يعني بتكون طالعة من الباب وبحط الصنيتين بخليهم يحموا يعني يصيروا سخنين كتير وبحط ثلاثة رغيفة فوق في الرف الأولاني فوق عشان ياخدوا سخونة من قاعدة الرغيف وأول ما يصيروا سخنين بنزلهم تحت في الرف اللي أنا يعدا بحرك فيه وبصير أحمر في الرغيف وزي ما أنتو شايفين ألف فيه لغاية ما ياخد تحميرة اللي يتحمر بجلبونا الناحية التانية عشان ياخد لون من الناحية التانية وبطلعوا وهذه طريقة الخبز يمنات كتير سهلة برضو هذي خبز على الفرن فهذا الخبز سهل جدا وإخواتنا المغاربة برضو والدول المغرب كلهم بيعملوا هذا الخبز وبسموه خبز البطبوط بيعملوه على اليلاية فممكن تعمليه على اليلاية وممكن تعمليه بالفرن بالطريقة هذي وتكبريه وتصغريه على الشكل اللي أنت حباه هو اسمه عندهم بطبوط وعننا طبعا الخبز العادي طريقة الخبز اللي بالفرن أنا بفضلها أكتر لأنها بتاخد كمية خبز أسرع فبتخليني أنتهي من عملية الخبز بشكل أسرع لأنها بتاخد 6 رغفة 3 تحت و 3 فوق فبكون مخلصة كمية الخبز بوجه جليل أسرع من إني أعمل على حالة الكهراء برغيف برغيفه فلما يكون عندي شغل كتير في البيت فبأعمل هذي الطريقة عشان أخد وقت أسرع في شغل البيت وهنا يا صبايا خلصت الخبز كله أخليه تهوى شوية وبعدين أحطه بباكيتات بالفريزر هنا يا صبايا كان عليها تنظيف الصالة تنظيف عميق بصراحة لأنه كان الصالة وضعها يعني مش كويس وكانت مغبرة كتير وبدها شطفة والشباك بدوتك فأنا في كل موصل بمسك الشباك وبغسله كله تحت الدوش يعني بمسك الدولة فهدولة بشينهم وبصبنهم بالليفة والصابون وبغسلهم وبحطهم تاني مرة بركبهم بعد ما كون نظفت الحواف تعينه ونظفتهم بالمكنسة الكهرباء يعني شفطت كل الغبر الموجودة فيه فبتسهل علي المكنسة التنظيف أما هذا هيك تنظيف أسبوعي كل أسبوع بعمل زي هيك بجيب المكنسة وبكنس الشباك وبنفضه وهتشوفه كيف هل قيت بعد ما نظف يا بنات الشباك وتكيت الغبرة كلها عنه بجيب فوطة بحطها بجات وبحط مية سخنة معاها وصابون وعطر وببدأ ألمع الحواف وكمان الشباك وكل ما تتوسخ الفوطة بحطها بالجات وبنظفها وبعصرها وبرجع ألمع الجزاز والفانيل وكل الأطراف تحتل الشباك كويس لغاية ما يصير الشباك مضيف وما في عليه تراب أبداً حتى الشباك نفسه بلمعه بالفوطة المبلولة بيمسك كل الغبرة وبيخليه يعني يلمع كأنك أنت هل جيت غسلة وهيك خلصت الشباك يا صبايا زي ما انتم شايفين صاري منور وهبدأ أشطف طبعاً أنا هنا شايلة الكنبة من تحت الشباك عشان ما ينزل عليها التراب والوساخة وبعدين هشطف الصالة وهانا يا صبايا بعد ما أخلص صنضيف الصالة وأفرشها هيك بيكون شكلها كتير منورة وحلوة وبتفتح النفس بصراحة بس طبعاً الترتيب هذا مش هفرح عليه أكتر من ساعة لأنه بيكونوا قجوا الولاد وكركبوا لي المفارش هدي كلها وكركبوا لي الدنيا وإرجع عيرة بتاني مرة يا رشا وهانا يا صبايا بعد ما خلصت الصالة خالص وبعد ما شطفت البيت يعني هنا وضفته نسي تحكي لكم إن أنا لازم بعد ما أعمل الشباك أنضف الخشب هذا كله وألمع الغبرة اللي على الطاولات واللي على التلفزيون عشان جبل ما أحط مية على الأرض أكون نزلت الغبرة كلها من البيت على الأرض وبعدين أشطف على نظافة ما بينفع إنه نشطف وبعدين نرجع نلمع الغبرة لأنه هتنزل الغبرة على الأرض المبلولة وتمسك تاني وكأنك ما نظفتي فخلصت هنا الصالة وزبطتها وبعدين روحت تكلمت كانت صاحبتي بترين علي صاحبتي نبال بوجهلة تحية وبقعد معاها أتكلم الصبح بعد ما الولادي يروحوا على المدرسة بنتكلم أنا وياها شوية وهيك بنحكي لبعض وننبسط وبعدين بنكمل شغل البيت هنا صبايا بعد ما إجوا أولادي من المدرسة ارتاحوا شوية وغسلوا بعدين طلعوا جاعدوا شوية في الرمل وهنا دايماً بيقعدوا بالرمل هيك بيحبوا يلعبوا شوية بالرمل لأنه بيزهقوا في البيت لحالهم يعني لغاية ما يجوا أخوهم الكبير فبيقعدوا هنا بيلعبوا بيعملوا بالرمل بيوتوا بعملوا أشكال وعندنا نطلق جاملة نضيف يعني ما في مشاكل بيغسلوا اديهم منيح ولما يفوتوا بيغسلوا اديهم بصابونة الحصول بيغسلوا بصابونة الحصول فما في مشاكل خليهم يعملوا على كيفهم في الوقت هذا انا بكون طبخة طبيخي وبكون انا ارتحت من انه يضلهم عندي في المطبخ ويماما ويماما فهذا الوقت هو اللي هم بيلعبوا فيه انا بكون بطبخ فيه هنا عندي يا بنات اني اليوم اطبخ اوزي فطلعت الشربة اللي كانت عندي بالفريزر عشان اطبخ عليها حطتها على النار تسخن عبال ما ابدأ في الطبخة حطت في الحلة شوية زيت دراء وجتعت بصلة جتعة عادية ويعد بجلي فيها عبال ما تسخن الشربة وهضيف عليها اللحمة اول ما تشجر شوية البصلة هضيف عليها اللحمة المفرومة وهجليها مع بعض هلجتي الصبايا بعد ما شجرت البصلة شوي زي ما انتو شايفين هضيف اللحمة وهجليها معاها لغاية ما تنشف الميا اللي على اللحمة الاخر هضيف باقي الخضرة هنا بعد ما نشفت اللحمة هضيف الجزر بيكون مغسلة ومقطعة مكعبات صغيرة وما تكون كتير مكعبات تسميكة عشان تستوي مع البازيلا واللحمة هيا اللبهم مع بعض اول اشي لازم اضيف انا الجزر يا بنات ما اضيف البازيلا لانه الجزر بياخد سوى اكتر من البازيلا فحطه الاول وعلى ناري هادية هضلني احرك فيه لغاية ما احسه هيك شوية طري وبعدين هحط البازيلا عليه واخليهم يتسبكوا هيك شوية مع بعض يتجلوا مع بعض قبل ما اضيف الشربة هنا يا صبايا بعد ما ضفت البازيلا على الجزر بعد ما الجزر هيك خليته يعني تقريبا دقيقة حطت على طول البازيلا وقلبتها معاه وخليتها على نار هادية شوية عبل ما حسيت انه البازيلا طريت والجزر طري وكانت الشربة عندي سايحة فحطيت الشربة عادي ما صفيتها من البصل عادي حطيتها زي ما هي عليهم وهستناها لما تغلي معاهم غلوة وهحط لهم البهار وهوريكم باي الخطوات نجعت الروز هنا يا صبايا مسافة ما الشربة اللي حطتها على الخضار تغلي مش هيكون النجع اكتر من عشر دقيق عشان الروز ما تتكسر معايا في الشربة هلجيت يا صبايا بعد ما غلية الشربة هضيف الرز والابهارات هتكون بس مليح وفلفل اسود معلجة صغيرة مش مليانة وكمان بهار طبيخ اللي هو كباب بصيني برضو معلجة مش مليانة وبس هاد الابهارات اللي انا هحطها ممكن ضيفي له شوية بهارات رز بس مش رز يعني يكون جدرة او برياني في بهارات مخلوصة للرز اسمها بهارات رز ممكن تحطي نص معلجة منها لكن انا هنا ما حطيت لانه انا بحب الاوزي لما اكون عملا على لحمة لحال ما يكون لونه على صفار بحب لونه يكونه على بيج لكن لما اكون عملا على جاج بحب يكون هيك لونه على صفار فبحط له شوية عصفر هنا يا صبايا بعد ما فتحت عليه وغلت الشربة حواليه هقلبه تقليبة بسيطة من تحت لفوق لغاية ما هيك احس انه ما اشي فيه معلج من تحت في الحلع فما هتضلني اجلب فيه كتير عشان ما بدي الرز يعجن معايا خلص بس هيك بنسوي السطح وبنحطه على نار هادي خالص لغاية ما يستوي هنا يا صبايا والرز على النار حطت شوية فزدق عشان احمرهم بشوية سمنة صغيرة وشوية زيت واول ما يشجر هطلعوا على ورق نشاف وهاخد معلجتين او تلاتة من الزيت اللي قالت فيه الفزدق وهحطه على وجه الرز بعطيله كتير طعم زاكي يا صبايا هنا الرز استوي معانا هيك بيكون القوزي خلص يا صبايا وحطيت على وجه اللوز وعملت معها صحن سلطة ولبن طبعا المرافق للرز دايما وهدي الاكلة كتير لذيذة يا صبايا جربوها هتحبوها وصدقوني سريع جدا في التحضير ايش يا بوب ايش عدك خلص ايه او شاطر ايش اسمها هادي سلسلة اسمها سلسلة كلهم بيشبهوا بعض كلهم بيشبهوا بعض طيب ايش اللون الجلم اللي في ايدك بيو ايه بلو بلو ازراج بلو صح صح شاطر يا بوب حاول يا بنات ما يكون عليكم ايشي لو ما بدكم الدرسوا ولادكم خاصة اللي بيكون في بداية يعني تعليمه هيك في الروضة في بستان او تمهيدي فضوا حالكم على الاخر وما يكون عندكم اطفال تانين يعني مسلا بدهم يدرسوا عشان ياخد راحته على الاخر في كتابة واجبه يلا الحين علينا هادي يلا هادي ووادي ووادي ايه و بنخلص يلا تمام بصدايا اه يلا يا بوب و هادي ووادي 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 وكل ووادي ماشي اه بس احنا بدنا نعمل واحدة واحدة سطر سطر واحدة 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 يلا ودافو يا بوب ما صح في ايه انا قدت وانا انا كونت وما صح بتجي يا قدتك واحدة 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 صح هادي ايوة احنا صح ركز صح طيب هادي طيب وما بعموهم السلسلة والخطوط انواع الخطوط هنا هادة ايش هده اسمه خط عمودي خط عمودي وهادي ايش سلسلة وهده ايش خط عمودي خط عمودي طيب وهده طيب ولي تحتيها هادا خط افق خط افقي برافو عليك. طب و هادي. احكيها صح. بس ما خلشها ضاية. لا. قل للناس هادي ايش? عشان يعرفوا انك انت شاطر. هادي هادي ايش? منحنى لا اعلى. ده هو يقول يحيا يا اعيا. لا. منحنى لا اعلى. يلا. ضاية هادي. ركز. انت ميكز? اه. ماشي. كنتك تروح يا حالك? اه. عندي اولادي دايما بحكوا عن اللا. لحالي مش يا حاي. لحالي. ها كيف? لحالي. لحالي. لا. يحالي. يحالي. اه. لا. لحالي. يحالي. طب اكتب. هاي هاي. ركز. اميكز. هاي نميكز. هاي نميكز. برافو عليك. البنات هيقولوا عنك انك انت ولا تشاطر. اه. بعد ما خلصت دراسة اهاب في كان عندي شوية فواكه فعملت لهم للولاد صلطة فواكه. اي اشي موجود عندكم يا صبايا فواكه ممكن تعملوه. يكون اكتر من ثلاث انواع فواكه. واعملوه صلطة فواكه اما بلبن او بشوية قطر او سكر. بهيك خلصت صلطة الفواكه يا صبايا وختمت معكم روتيني لليوم. طبعا باقي الروتين انه خلاص بناموا الولاد على الساعة تقريبا تمانية. وببدأ انا اشطب في المطبخ اجل جليات تاعت العشاء. وما بحب انا اعمل لهم برضو صفرة عشاء خلاص اشي بسيط يا اما باقي نحلو انا عاملاك كيك او اشي. او صلطة فواكه او سندويشات جبنة زعتر الموجود بتعشو لولاده بنام وبعدين انا باخد دوش وبقعد برتاح شوية بتفرج على مسلسل لغاية ما يجي جوزي واعشي هو كمان. واجلي الجلي واصل للعشاء وانا. صبايا باختم معاكم الروتين لليوم. اذا عجبتكم نظام الروتينات اكتبو لي تحت انه هو عجبكم عشان استمر معاكم في هذا النظام. وازا حبيتوا روتيني لليوم دوسولي لايك واشتركوا معي في القناة. وللبنات اللي بشوفوني لاول مرة ياريت تشتركوا معي بالقناة. ويريت دوسوا لايك مجرد ما ان انت شوفوا المقطع ويعجبكم. دوسوا لايك مش بس تكتفوا انكم انتو تشاهدوا الفيديو وخلاص. لانه انتو ما بتعرفوا انه هذا الاشي بساعدني كتير وبحفزني كتير. وبيخليني عن جد استمر واتشجع اكتر. حبيباتي دوسولي لايك وما تبخلوا علي. شكرا لكم كتير بحبكم كتير ومع السلامة.